جنوب أفريقيا مدغشكر يعني ثلاث منتخبات ما كانوش في الحزبان ان هما يكونوا متواجدين في دور التبني يعني السنغال ممكن نيجيريا ممكن كودفور ممكن الجزائر ممكن تونس ممكن انما بنين صعدت على حساب المغرب جنوب أفريقيا صعدت على حساب مصر مدغشكر صعدت على حساب كونغو يعني كانت ماشي في المتناول مع خروج الكاميرون يعني ترت في المنتخبات ما كانوش في كابتن مهيب في السنوات الماضية كنا نتكلمه على البنين كما رأنا نتكلم الآن على المنتخب موريطانيا والمنتخب الناميبيا والمنتخب البوراندي دي كانت بداية بعض منهم وفق خاصة المنتخب مدغشكر ولكن في طول السنوات المنتخب البنين اشتغل اشتغل وبجدية استقرار استمرار في العمل وأصبح ما بين الكبار الآن المنتخب البنين الآن عنده فريق قادر ينفس فيه في إفريقيا شفنا أيضا المنتخب مدغشكر الذي دخله بقوة حتى واحد منه ما كان ينتظر أن المنتخب مدغشكر يعني يفوت للأدوار أخرى أو مقبلة ويفوز على النجيديا هدفين مقابل سفر هذا شيء غريب جدا ولكن العمل ثم إلا العمل ليعطاء النجاح للمنتخب مدغشكر لأننا شفناه في أول مباراة وقالت لك أخ مهيب مدغشكر فجأني باللعب الجماعي واللعب الدكي والإنضباط التكتيكي لأول مرة لأول مرة أول مرة منتخب يوصل لكس الأمم الأفريقية هذا شيء جميل جدا ومعناه شرية ومعه غنية يعني كان معاه منتخبات لها باع ولها خبرة نعم الآن إفريقيا ربحت منتخب آخر وهو مدغشكر وزاة ربحت أيضا المنتخب الموريطاني المنتخب التونس يقلم يكون قادرا يفوز الفوز على المنتخب الموريطانيا بهذا يعني بوراندي ناميبيا هدوما كل المنتخبات في السنوات المقبلة سيكونون كبار إفريقيا إن شاء الله رغم الكلام اللي بيقوله كابتن رابح لكن يعني برضو مستوى المنتخبات مش بالقوة يعني تخيلة كابتن خالد لما أنا بشوف السكورشيد بتاع نيجيريا والكاميرون لما تيجي تبص من بعيد كده ما تعرفش مين نيجيريا ومين الكاميرا مش حد مميز كنت الأول تلاقي دروكبة تلاقي إتو تلاقي يعني ناس كتير جدا جدا انت عرفهم والناس عارفهم لكن دلوقتي ما فيش الكلام ده يعني الوحيد اللي كنت في فورو الناس تعرفه زهى مثلا اللعب كريستر بلس يا الخريطة اختلفت الخريطة اتغيرت خالص فيه عمليات احلال والتجديد في الفرق الكبرى مش نجوم يعني لحد مالج النجوم انا باعتبر البطولة دي ليست بطولة النجوم والدليل ان رياض محرس دخل متأخر متأخر ساد يوماني حتى لان وجد نظر حتى لو جابت الثلاث أداف لسه مدخلش صلاح دخل على فترات هما دولة الثلاث لعيبة نبي كيتا ما يسأل يعني نبي قول نبي مصاب ماشي انما تتكلم على حكيم زي اش سمي فاينال ده ربطة الأوروبة بالزبط مش موجود في البطولة وبالتالي في انا مش مسميها بطولة النجوم انت سألت كابتن رابح على بنين مدغاشكر جنوب أفريقي البطولة دي هنسميها بطولة التنظيم التنظيم في كل امكانيات فرقتك لو هتسميها بطولة التنظيم يبقى انا مع ألن جريس لا لا مش قوي هشرح لك لا ما هو الراجل عنده رؤية رؤية ايه ليه رؤية في الملع تونس بتالعم غير مدرب ايه تونس بتالعم غير مدرب رؤية ايه انت تعصبني بعمدو رؤية يكابتن ما تعصبنيش رؤية ايه ما حافظ على الدفاعات الملتخب التونسي دفاع ايه ليه حافظ على ايه الله اللي الراجل كسب في دور التمانية يا ا MC لا دفاع وليه أهجوم لا 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 لأ كابتن مش معك راجل دفاع تونس دفاع قوي ايه ايه